السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو الجديد سنشرح أداة قوية يستخدمها الهاكر الأخلاقي لإخفاء هويته أثناء إجراء اختبارات الاختراق إحدى أهم الأولويات لأي مختبر أمني هي الحفاظ على الخصوصية وإخفاء هويته أثناء العمل وهنا يأتي دور تور مع IP Tables Firewall IFW هذه الأدوات تعمل معا لتوجيه حركة المرور عبر شبكة تور مما يجعل من الصعب تتبع نشاط المستخدم أو تحديد موقعه الحقيقي عند استخدام تور يتم تمرير اتصالك عبر سلسلة من الخوادم المشفرة مما يخفي عنوان IP الخاص بك ويجعل من المستحيل تقريبا تتبعه أما IP Tables فهو جدار ناري يتحكم في تدفق البيانات ويضمن عدم حدوث أي تسريبات قد تكشف عن هويتك الحقيقية خاصة عند التعامل مع استعلامات DNS في هذا الشرح سنتعرف على كيفية ضبط هذه الأدوات وكيف يمكن للهاكر الأخلاقي استخدامها لضمان أقصى درجات الأمان والسرية أثناء اختبار الاختراق تابعوا الشرح خطوة بخطوة سنستخدم اليوم نظام كالي لينوكس في الشرح لذا إذا لم تقم بتحميله بعد يمكنك مشاهدة الفيديوهات السابقة التي شرحت فيها كيفية تحميله وستجد الروابط في الوصف هيا بنا نبدأ الشرح معكم مبدع التقنية المتخصص في الأمن السيبراني اليوم سنتعلم درساً جديداً حول كيفية إخفاء الهاكر الأخلاقي لهويته أثناء اختبار الاختراق وهي خطوة أساسية لأي مختبر أمني يريد الحفاظ على خصوصيته أول شيء ندخل إلى ترمينال نكتب الأمر الآتي طبعاً هذا الأمر خاص بتثبيت تور كما ترون بعد الأمر الخاص بتثبيت تور طلب مني إدخال كلمة مرور كالي طبعاً ستدخلها ولكن لن تظهر على الشاشة فقط أدخلها وأضغط انتر بما إني قمت بتنزيله سابقاً ظهر لي هذا النص لكن أنتم ستقومون بتثبيته ولن يستغرق سوى بضع دقائق نكتب الآن Clear لتنظيف الأوامر في الطرفية Terminal حيث يساعد هذا الأمر في مسح الشاشة وجعلها أكثر تنظيماً لتسهيل متابعة الأوامر الجديدة ندخل إلى المتصفح جوجل نكتب في البحث كالي توريفاي ندخل إلى أول موقع أداة كالي توريفاي يا صديقي كالي توريفاي هو أداة على جيت هاب فيه أداة تخلي كل الترافيك حركة البيانات اللي يطلع من جهازك يمر عبر تور يعني تخفي هويتك وتخلي تصفحك مجهول تماماً على كالي لينكس على وظيفته يوجه كل حركة المرور من النظام إلى شبكة تور يخفي عنوان IP ويمنع تتبعك أثناء الاختبارات أو التصفح باختصار لو تبغى تكون مخفي مئة بالمئة وقت الاختراق الأخلاقي هذه الأداة بتساعدك والآن دعنا نكمل الشرح ندخل على المربع الأخضر كود نقوم بنسخ الرابط والذهاب إلى تيرمينل بعد ما قمنا بنسخ الرابط نكتب في تيرمينل جيت فراغ كلين ونلصق الرابط كما ترون تم تنزيل الأداء نكتب الآن كلير لتنظيف الأوامر في الطرفية والآن نكتب الأمر سي دي كالي تورفي نكتب الآن كلير لتنظيف الأوامر في الطرفية جميع الأوامر ستجدونها في قناتي على التليجرام والآن نكتب الأمر سودو ميك انستول نكتب الآن كلير لتنظيف الأوامر في الطرفية نكتب الآن كما ترون هذه الأداء كالي تورفي والآن نكتب الأمر التالي نكتب الآن كلير لتنظيف الأوامر في الطرفية والآن نكتب الأمر التالي سودو اس يو والآن نكتب الأمر التالي كما ترون ظهرت الأداء الآن إلى المتصفح وندخل إلى D&S كما ترون لقد أصبحت متخفي تماما كيف يختفي الهاكر الأخلاقي وما هي طبقات الإنترنت كما ترون بعد استخدام كالي تورفي تغير عنوان IB الخاص بي وأصبح مختلفا تماما هذا يعني أنني الآن مجهول على الإنترنت ولا أحد يمكنه تتبعي بسهولة هذا هو أساس التخفي عند الهاكر الأخلاقي لكن كيف يعمل هذا التخفي؟ الإنترنت مش مجرد مكان واحد هو ثلاث طبقات رئيسية وكل طبق لها دورها واحد الإنترنت العادي Surface Web هذا هو الإنترنت اللي كلنا نستخدمه يوميا مثل جوجل يوتيوب فيسبوك أي شيء يمكن لأي شخص الوصول إليه بدون مشاكل الثاني الإنترنت العميق Deep Web هنا تبدأ الأمور تصير خاصة أكثر يشمل كل شيء غير مفهرس في محركات البحث مثل قواعد البيانات الحكومية الحسابات البنكية الملفات الخاصة في الشركات والمستشفيات ليس غير قانوني لكنه غير متاح للكل الثالث الإنترنت المظلم Dark Web هنا المنطقة الأخطر واللي ما يدخلها إلا المحترفون تحتاج تور أو VPN للوصول إليها تستخدم للتجارة المخفية التواصل السري وأحياناً الأنشطة غير القانونية هنا الهاكرز والمحققون الإلكترونيون يلعبون لعبتهم باختصار استخدام تور وأدوات التخفي مثل كالي توريفي يساعد الهاكر الأخلاقي على البقاء في الطبقة الثانية والثالثة دون أن يتم تعقبه والآن بعدما فهمنا كيف يتم التخفي في الفيديو القادم سنتعمق أكثر في Dark Web لنكمل الشرح بعد أن قمنا بتغيير العنوان الخاص بنا إلى عنوان مجهول يمكنك أيضاً تغيير هذا العنوان إلى عنوان بلد آخر دعنا نتعلم كيف يتم ذلك نكتب الأمر الآتي كما ترون لقد قمنا بتغيير العنوان مرة أخرى اليوم تعلمنا درساً مهماً جداً عن كيفية إخفاء الهوية أثناء اختبار الاختراق وهذا أمر أساسي لأي هاكر أخلاقي يريد البقاء آمناً ومجهولاً على الإنترنت ما تعلمناه اليوم تثبيت وتشغيل كالي توريفي على كالي لينكس كيفية تغيير عنوان آي بي الخاص بنا وإخفاء هويتنا تماماً فهم الطبقات الثلاث للإنترنت وكيف يعمل تور لإخفاء حركتنا والآن يا أصدقائي بعد أن تعلمنا كل شيء لنوقف الأداة بأمر بسيط سودو كالي توريفي ستوب شكراً لكم على المشاهدة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نوصل الفيديو إلى ألف لايك مفاجأة قادمة أنا أعمل حالياً على كرس مجاني جديد سيعجبكم كثيراً ترقبوه قريباً رمضان كريم كان معكم مبدع التقنية المتخصص في الأمن السيبراني نلتقي في فيديو قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله